بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعزائي طلبة وطالبات تعليم الصناعي. الصف التالي التخص نسيج. سواء كان في المرحلة المتقدمة. التعليم المتقدمة ضمن الثلاث آآ الخامس سنوات او السلاث سنوات. بنلتقي مع حضراتكم من خلال قناتنا المتخصصة. قناتنا المتميزة. قناتنا اللي بتقدم كل ما هو جديد. آآ قناتنا اللي بتدعم ابنائنا الطلبة والطالبات للحصول على المعلومة بشكل سهل وبسيط وجميل كنا تناولنا في الحلقة السابقة مع حضراتكم اوزان السداء ووزن اللحمة وتناولنا ايضا وزن الاماش فبالتالي ان شاء الله احنا مكملين لمادة تخطيط وقدارة الانتاج بنحاول نخلي الدروس كلها مستمرة بنحاول نقرأ كل الرسالة لكم اللي بتوصلنا كنا تناولنا في حلقة سابقة فتل البراصل وعرض السداء بدون براصل قد بعض الرسالة ان احنا محتاجين احنا عيد كمان تمارين بشكل مختلف شوية وكذلك وزن اللحمة اللي فيه بعض السوابت نقول لازم نضرب في مية احنا عندنا اعزائي الطلبة والطالبات عندنا مجموعة كبيرة جدا من الدروس لو احنا اخدناها بالتسلسل كده اقول احنا عندنا اطول وعروض عندنا وزن القماشي وزن السداء البسيط واللحمة البسيطة عندنا وزن السداء المقلم عندنا تلات انواع من انواع التقليمات سواء كانت فتلة او صانت او ابواب عندنا بعد كده وزن سداء الكليم ولحمة الكليم سداء الكليم ولحمة الكليم احد دروس الموجودة في المنهج اللي دايما ممكن غالبا بيديني العرض والطول بالصنطي فبالتالي موضوع اننا احط مية او ما احطهاش احنا اتفقنا في الحلقة السابقة اثناء عامية الحل منبص على وزن اللحمة فبالتالي جبنا النهاردة كمان وزن اللحمة عشان نقرر المثال تاني عشان هو الهدف الرئيسي والهدف الاساسي ابناء الطلبة ان حضراتكم تكونوا احسن حاجة احنا بنحاول نبذل مجهود والقناة مشكورة كل القائمين عليها بيزوروا مجهود غير عادي مجهود والله فوق المتميز مجهود فوق الرائع عشان نقول لابناء الطلبة احنا بنحاول نوصل لكم المعلومة بشكل سهل وبشكل جميل حاول تستفيد حاول تستثمر افضل حاجة عندنا ان نلاقي السمرة موجودة في حضراتكم منذك تكونوا حاجة زادقيمة تلتحكوا بكلات القمة كليات القمة مفتوحة للجميع بل زادت القادة السياسية اوسط وحقيقة تم افتاح كليات تكنولوجية متخصصة ومتعددة في انحاء الجمهورية فعاد الكليات زاد فبالتالي خلي عندك دايما الطموح وخلي عندك دايما الامل خلي دايما املك انك تبقى حاجة كبيرة حاجة كويسة ممكن تكون خارج هندسة ممكن تكون خارج تربية ممكن تكون خارج تعليم الصناعية كليات تكنولوجية كليات الحكبات والمعلومات كتير جدا كلياتنا ابناء الطلبة والطالبات عشان بعض ابناء الطلبة والطلبات بيسألوا لنا هل الكليات مفتوحة لان تعليم الفني هو بيلقى كل الاهتمام وكل الرعاية لان هو مستقبل الاقتصاد القومي لأي دولة في الدول العالم ان انا ابني طالب فني طالب فني متخصص طالب فني يقدر يلم كمية من المعلومات وكمية من المهارات والسلوكيات اللي بيكون طالب متميز بيواكب سوء العمل عندي يلبي طالباتي واحتياجات السوء يكون طالب مبدع طالب عنده نوع من انواع التفكير والفكر لان ربما سبحانه وتعالى لما خلقنا خلق كل واحد بالفكر كل واحد بعقل فبالتالي كلنا مختلفين كل واحد شاطر في حاجة كل واحد شاطر في مهنة فحضرتك احنا بنقدم لك المعلومة عش تبقى شاطر في مهنتك تبقى طالب فني متخصص وانت في الصف التالب مرحلة مهمة جدا 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 بنصح بها كل ابناء الطلبة بالتعليم الفني سواء كان زراعي او تجاري او صناع وفندقي انه هو في قناة بقت قناة متخصصة في منادات للتعليم الفني خاصة بها خاصة بوزارة التربية والتعليم كل الاهتمام والرعاية ان نكونوا افضل حاجة وافضل حال فبالتالي عزائي الطلبة احنا بنقرأ جميع رسائلكم احنا متوصلين معكم احنا هدفنا الاساس هو ان انتم تكونوا مستوى افضل ومستوى اعلى ان شاء الله بنعيد وبنرد على رسالة حضراتكم تاني بنتناول فتل الصداء بدون براصل وبالبراصل بنتناول مثال لوزن اللحمة ثم ناخد كمان وزن القماش وان شاء الله يسعى الوقت بازن الله وناخد التعليم صمتي احد تقليمات الصداء نشوف امام حضراتكم الشاشة كده مطلوب مننا ايه كالمثال القاتي صداء عرضه 82 سم منها 2 سم براصل يعني 8 سم مش خلصة اقول لها عرض الصداء فيها 2 سم براصل 2 سم تطريح موجود لي تطريح موجود للصداء وموجود تطريح للبراصل اللي هو كم فتلة امام حضراتكم 4 فتلة تمام طول الصداء كام 40 متر من قطن نمرت 40 اوجد وزن الصداء بالرطل مطلوب أبناء الطلبة أول حاجة هنحلها ونتبهها مع بعض كده هنقول أول حاجة عرض السداء بدون براصل السداء كله عرضه كام؟ 82 سنط ناقص 2 سنط الـ 2 سنط دي براصل فيه برسل موجود من الجهة اليمين سنطي ومن الجهة اليسار سنط البراصل دي بتبقى موجودة في حفتي القماش اللي منها بتحافظ على عرض القماش فبالتالي أنا هجيب السداء بتاعي كله اللي هو عرضه 82 أشيل منهم الـ 2 سنط اللي هو سنط يمين وسنط شمال أصبح عندي 80 سنط يبقى السداء صافي عندي 80 سنط بس يبقى شلت 2 سنط ليه لإيه؟ للبراصل سنط من كل جهة طيب محتاج أطلع بالتالي عدد فتل السداء ومحتاج أطلع عدد فتل البراصل هنطلع عدد فتل البراصل طيب ليه؟ لأن أنا عندي مشكلة عندي السداء ليه تطريح زي ما موجودة أمام حضراتكم على الشاشة كده لو بصينا كده على الشاشة هتلاقي السداء مطرح بحساب 2 فتلة في الباب يبقى تطريح السداء 2 فتلة في الباب طيب تطريح البراصل كام؟ 4 فتلة في الباب بقى عندي تطريحين طيب أشغل على التطريح بتاع الـ 2 أو بتاع الـ 4 الـ 2 دي مخصصة للـ الـ 2 صنطي لـ 80 صنطي اللي هم بدون البراصل بقى فتطريحها 4 فتلة في الباب اللي هو في الأصل عرضها كام صنطي أمام حضراتكم 2 فبالتالي أنا محتاج اطلع فتل البراصل جزي ما موجوده أمام حضراتكم كده محتاجة طلع فتل السداء لوحدها وطلع فتل البراصل لوحدها واجمع فتل السداء وفتل البراصل لان كل واحدة فيهم لها عدد ولها تطريح معين بس يديني عدة المشتة 10 سنتي فبالتالي معناها لازم استخدم العدة السبتة اللي هي كام 100 على عدة المشتة اللي هي 10 سنتي الخطوة دي اسمها عدد ابواب الواحد سنتي اعملها تاني مع البراصل تاني 100 على 10 يديني عدد ابواب الواحد سنتي تطريح السداء 2 فتلة في الباب تطريح البراصل 4 فتلة في الباب يبقى بالتالي أبناء الطلبة احنا خلفنا في الحل وجبنا الخطوطين غصبين عننا لأننا مقبر لأنني مقبرة أو أن حضرتك مقبرة لازم أطلع ده الوحده ولازم أطلع ده الوحده لأن ده لي تطريح وده لي تطريح لو كان تطرحنا كل واحد للمسألة لل82 كلهم كنا اشتغلنا على فتال السداء جميع وطلعنا الوزن مباشر يبقى بالتالي الخطوة دي عشان كده أبناء الطلبة كانوا مطلعباتين بفيها بنقولها كمان مرة هي بنقول أبواب الصنطي كام عندنا أسمنا مية على عشرة اديتني أبواب الصنطي طب استخدمت المية ليه لأن العدد دي عشرة صنطي عشرة صنطي يبقى معناها أن أنا عندي مية باب تقع في عشرة صنطي يبقى الخطوة المية على العشرة دي العدد السبت على عدد تلمش تديتني عدد أبواب الصنطي الواحد في الاتنين هو التطريح كام أبنائي اثنين فتلة في الباب طب الطرح البراصل كام أربعة فتلة في الباب كده خدنا عدد فتة للواحد صنطي للصداء وعدد فتة للواحد صنطي للبراصل طب عرض السداء عندي كام اثنين سنطي يبقى بالتالي العرض هنا فرق اختلف كان هنا تمانين بتاع السداء كان كله اثنين وتمانين بما فيها البراصل شلنا من الاثنين وتمانين الاثنين فأصبح عرض السداء بدون البراصل الثمانين الثمانين بتاعت ضربت أسمة المية اللي هي العدة السابتة طب استخدمتها ليه عشان عدة المشي موجودة عشرة إيه سنتي لو هي عشرة باب كنت أضربها في التطريع على طول لكن هي مية استخدمتها لأن العشرة دي عشرة سنتي يبقى الخطوة دي اسمها عدد أبواب الواحد سنتي طب تطريح السداء كام اتنين فتلة يبقى يديني فتل الواحد سنتي طب تطريح البراصل كام أربعة فتلة في الباب يبقى يديني فتل السنتي الواحد للبراصل طب عرض السداء كام تمانين طب عرض البراصل كام اتنين أصبح أبناء الطلبة طلعت فتل السداء جميعه لوحدها بدون البراصل وطلعت فتل البراصل لوحدها لما اجمع فتل السداء زائد فتل البراصل يبقى هيديني فتل السداء جميعه هيديني هنا كده لو طيرنا السفر يبقى سفر سفر اتنين في تمانية بالستاشر يبقى انا عندي الف وستمائة فتلة للسدى بدون البراصل طيب اتنين في اربعة بالتمانية والسفر اتلعه تمانين يبقى فتل البراصل تمانين وفتل السداء الف وستمية يبقى هقول اعزائي ابناء الطلبة فتل السداء بالبراصل او فتل السداء جميعه بالبراصل او فتل السداء جميعه واسكت وخلاص واقول الف وستمية بالتالي هجمحها زائد التمانين يبقى انا طلعت عدد فتل السداء جميعه يبقى انا عندي 0816 يبقى فتل السداء 1680 فتلة فتل السداء جميعه طب يبقى انا طلعت تاني كده اول حاجة عرض السداء قصمت منه البراصل 2 يطلع عرض السداء 80 بدون البراصل هطلع عدد فتل السداء وعدد فتل البراصل هستخدم العدد السبتة عشان عدد المشت بالسانتي فبالتالي هيديني عدد ابواب السانتي هضرب في تطريح السداء الاتنين يديني فتل الواحد سانتي تطريح البراصل عدد فتل السانتي للبراصل ضربت في 80 عدد فتل السداء جميعه الوحدها بدون براسل ضربت في العرض 2 سانتي اللي هو عرض البراصل اللي طرحتها من ال82 فبالتالي اديتني عدد فتل السداء للبراصل 80 جمعتي فتل السداء زائد فتل البراصل 1680 فتلة هو مطلوب اعزائي الطلبة وزن السداء بالرطلة يبقى وزن السداء بالرطلة هنقول كده مع بعض 1680 عدد فتل السداء جميعه نبص على الطول اعزائي الطلبة والطلبات على الشاشة كده نلاقي الطول موجود امام حضراتكم كام 40 متر موجود طول السداء 40 متر فبالتالي هضرب في طول السداء اللي هو الاربعين يديني طول السداء كفتل واحدة بالمتر طب طول السداء كفتل واحدة بالمتر انا عاوزه بالمتر ولا باليرضة نبص على الشاشة كده امام حضراتكم هنلاقي السداء بتاع قطن نمرد كام السدى قطني نمرت 40 يبقى انا عندي بصيت على السدى لقيت السدى طوله 40 متر والنمرة قطني نمرت 40 يبقى السدى بالمتر وده ترقيم انجليز يعني 40 قطن حتى اتفقنا عليها من سنة اولى ان انا عندي 40 شلة طول كل شلة 840 يرضى وتزن رقل انجليزي واحد يبقى الطول بقى باليرضى طب انا عندي الطول عندي بالمتر يبقى بالتالي لابد ان انا احاول الاربعين الموجودة حضراتكم دي اضرب في كام بقى تمام مظبوط انا سامعه في 35 صح كده مظبوط 35 على 32 يبقى بالتالي حولت الطول بتاعي باليرضى يبقى اخدنا فتل السدى جميعه ضربنا طول السدى بالمتر النمر عندي ترقيم انجليزي نمرت 40 طول الشلة عندي 840 ما ينفعش اقسم متر على يرضى فبالتالي حولت في 35 على 32 عشان النمره ترقيم انجليزي فبالتالي ضربت النمره في طول الشلة طب هل موجودة عندي نسبة استيلاك مش موجود لو موجود هزود نسبة استيلاك طب الوزن عندي يطلع بالايه بالرطل يبقى بالتالي كده طلعنا عادت فتل السدى جميعه ضربناها في طول السدى بالمتر ضربت في 35 على 32 عشان احول من متر اليرضى اللي اكبرني على التحويل ان انا عندي النمره ترقيم ايه انجليزي 40 قطن معناها 40 شلة طول كل شلة 840 يرضى وتزن رطل انجليزي 1 فبالتالي اعزائي الطلبة يطلع الوزن بالرطل ده المثال اللي حضراتكم طلبتوه كنا قلناه في حلقة سابقة وبالتالي احنا بنقرأ الرسائلكم فبالتالي عيدنا المثال عشان من الامثلة المهمة واللي لازم نكون عارفين مع بعض امام حضراتكم مثال اخر قماش خام طوله 120 متر عرضه 120 سنتي عدد لحماية السنتي 20 من صوف ولنمرت 60 نسبة الاستهلاق 2% اوجد وزن اللحمة بالكيلو جرام اوجد وزن اللحمة بالكيلو جرام يبقى انا لما ابص على المثال اللي امام حضراتكم الا ان هو محتاج وزن اللحمة ده كان مثال موجود وكان عندنا تحويل في حلقة سابقة ان احنا عندنا كل واحد كيلو بيحتوي على 2205 يعني كيلو رطلين و205 من 1000 فبالتالي هنحل مع بعض وزن اللحمة المثال قاتي ونقول كده وزن اللحمة تساوي هنقول وزن اللحمة تساوي اول حاجة نبص عليها وندور عليها عدد لحمات السنتي عندي كم لحمة في السنتي امام في الشاشة امام حضراتكم عندي 20 لحمة في السنتي يبقى لحمات السنتي 20 يبقى لحمات السنتي 20 الطول الخام عندي 120 متر الطول الخام 120 متر طب 120 متر أنا عندي لحمات الواحد سنتي لحمات الواحد سنتي 20 والطول الخام 120 متر لما أخد مثال وأحله لازم أقول لحمات الوحدة في الطول بنفس الوحدة يعني أعزائي الطلبة لو الطول عندي ده موجود بالسنتي أضرب 20% و20 على طول فبالتالي أنا عندي لقى الطول هنا بالسنتي اللحمات موجودة بالسنتي والطول بالمتر فلازم أضرب في كام في مية يبقى المية بتاعتي دي بحطها إمتى لما يكون الطول بالمتر يبقى في حالة أن يكون الطول بالمتر أضرب في مية لأن كل واحد متر في ميت سنتي لمعناها أن المتر الواحد في مية عشرين لو حضرتك ضربت أو حضرتك ضربت عشرين في المية وعشرين اعتبرت أن المية وعشرين دي مية وعشرين سنتي هي مش مية وعشرين سنتي ده المية وعشرين دي لما ضربها في مية وحولها بالسنتي هتديني اتناشر ألف يعني عددها أكبر لأنها كل متر واحد في مية سنتي يبقى المية دي موجودة في المكان ده عشان الطول عندي بالمتر طب لو في مثال اخر ادني طول الخام بالسنطي يبقى المية مش موجودة يبقى المية دي وجودها لان الطول الخام بالمتر عشان كده لازم اضرب فتل الوحدة في الطول بنفس الوحدة لما تكون مش نفس الوحدة موجودة نضرب في كام في مية طب لو هي بالبوصة او باليرضة لو عند الطول يرضة واللحمات بوصة احنا قلنا نضرب في 36 وقلناها ايضا في الحلقة السابقة يبقى المية متغيرة وال36 بتتغير اللي هي عدد الوحدات الموجودة في اليرضة وفي البوصة بناء على طول الوحدة يبقى اذا كان طول الوحدة عندي بالمتر اضرب في مية يبقى لحمات سنتي في مية لحمات المتر في الطول 120 يديني لحمات القماش جميعو العرض عندي كمية وعشرين سنتي يبقى يديني طول اللحمة كاللحمة واحدة بالسنتي صادفنا ان الرقمين دول شبه بعض ده ده طول بالمتر وده عرض بالسانتي ابناء انا كتير بيقول لا الرقم ده متقرر فاشيل لا انا كل رقم بكتبه عارف ان انا بكتب الرقم ويديني ايه يبقى لحمات سانتي لحمات متر لحمات القماش جميعه طول اللحمة كلحمة واحدة بالسانتي طول اللحمة كلحمة واحدة بالمتر ايا كانت نوع الترقيم انجليزي او فرنسي لو بصنا على كده على الشاشة هلاقي ان النمرة عندنا موجودة صوف ولن نمرت ستين يبقى لازم هنحول هنضرب في خمسة وثلاثين على اثنين وتلاثين عشان احول من متر يبقى قنسانتي اتحولت الى متر ضربت في خمسة وتلاثين على اثنين وتلاثين بقت باليارضة النمر عند ستين ولن يعني ستين في ميتين ستة وخمسين هيطلع عندي الوزن بالرطل الانجليزي يبقى ستين ولن يعني ستين شلة طول كل شلة 256 يارضا وتزن رطل انجليزي واحد كده يا ابنائي الطلب يطلع الوزن بالرطل المصلوب عندي الوزن بالكيلو بالكيلو جرام عشان احول من كيلو جرام الوزن اللي يطلع عندي اللي هو الوزن بالرطل بقسمه على 2205 يطلع الوزن كيلو جرام يبقى عشان احول من رطل الكيلو بقسم على 220.5 طب جبتها ليه قال لي لان كل واحد كيلو بيحتوي على كم رطل رطلين و200.5 يعني الكيلو رطلين و200.5 يعني اقل من 2.4 يبقى كده اعزائي الطلبة نشوف المثال التاني كمان مرة موجود مع حضراتكم على الشاشة وماشي خام طوله 120 متر عرضه 120 سنتي لحمات الصنتي 20 يبقى لحمات صنتي 20 وعندي الطول خام مية وعشين متر نصوفه لنمرت 60 نسبة الاستهلاك اتنين في المية يبقى هزود عندي في نسبة الاستهلاك هضرب في كام في مية واتنين على مية اضافة لنسبة الاستهلاك لو هي موجودة عندي عشان ما انسهاش وما انقص في الدرجة اسمت على 2205 عشان احول من رطل الكيلو جرام يبقى كل واحد كيلو بيحتوي على 2205 فبالتالي يا عزائي الطلبة تناولى المثال مع حضراتكم المثال التاني مثال من الاسئلة اللي بتحتاج تفكير وقراءة جيدة جدا لان هنا ده وزن القماش مكمل للحلقات السابقة اللي تم عرضها امام حضراتكم ولكن فيها نوع مختلف شوية اللي هو منسوج يزن المتر الطولي مسألة لفظية بتحتاج لقراءة جيدة جدا منسوج يزن كلمة منسوج يبقى قماش تمام المتر الطولي يعني طوله واحد متر طوله واحد متر وزنه كام؟ واحد ونص رطل يعني المنسوج اللي طوله متر يزن واحد ونص رطل عدد فتل الصنطي 32 فتلة عرض الصداء 180 صنطي الصداء واللحمة من صوفه رسطة نمرت 15 المطلوب ايجاد عدد لحمات الصنطي مثال غاية في الاهمية بيحتاج الى تفكير عميق جدا نقول كده مع بعض ابناء الطلبة والطالبات لو مطلوب مننا وزن قماش لو مطلوب مني وزن قماش عشان اطلع وزن قماش لازم اعمل ايه؟ اطلع وزن الصداء تمام زائد وزن مين؟ يبقى الاماش بيتكون من وزن صداء زائد وزن لحمة يديني وزن الاماش يبقى وزن الاماش بيتكون من وزن صداء تاني وزن لحمة طب ده هو عاوز هنا عندي لحمات صنطي هو اداني الوزن وشل لحمات صنطي اذا كان مطلوب سواء كانت فتل او لحمات فاداني منسوق طب المنسوق دوت هو عبارة عن ايه؟ كلمة منسوق يعني هو عبارة عن تعاشق ما بين خيوط الصداء وبين خيوط اللحمة فبالتالي ينتج منسوق يبقى المنسوق بتاعي هو جاب منسوق طوله واحد متر وزنه تم وزن هذا المنسوق طلعه واحد ونص رطل يبقى الوزن ده بتاع مين؟ تمام مظبوط كده وزن السدى ولحمة؟ سوا يبقى وزن السدى واللحمة مع بعض يبقى دول مجموعين طب وزن السدى هل كل المعطاة عندي موجودة؟ او عندي فتاة الصنط وعندي العرض وعندي الطول وعندي النمرة تمام يبقى أنا أطلع وزن السدى طب لما طلع وزن السدى واطرحه من وزن الأماش هيديني وزن مين؟ وزن اللحمة تاني يبقى وزن المنسوق يجمع ما بين السدى واللحمة أنا قلت لك أماش يزن واحد ونص رطل يبقى دم أماش يزن واحد ونص رطل يبقى جماعة وزن السدى تمام زائد وزن اللحمة هي بيانة ديتك الوزن كامل طب كل بيانات السدى موجودة فتاة موجودة والعرض موجود والطول موجود وكذلك النمرة طب لو طلعت وزن السدى وخصمته أو طرحته من وزن الأماش فبالتالي هطلع لوزن اللحمة أعوض في وزن اللحمة فبالتالي أطلع عدد لحمات صن نشوفها كده مع بعض أمام حضراتكم يبقى أول حاجة منسوق تاني يزن المتر الطول منه يبقى المزألة لفظية كلمة متر طول يعني الطول عندي واحد متر يزن منه كام واحد ونص رطل يعني السدى واللحمة واحد ونص رطل عدد فتل السنطي كم فتلة؟ مظبوط 32 فتلة في السنطي عرض السدى 180 سنطي السدى واللحمة منصوف ورصة نمرة كام؟ 15 المطلوب عدد لحمات السنطي أول حاجة أجيبها أعزائي أبناء الطلبة والطالبات هو الوزن السدى يساوي يبقى أول حاجة هنطلحها أمام حضراتكم ههو هنكتب وزن الايه؟ السدى نطلع وزن السدى نشوف كده عندنا كم فتلة في السنطي؟ 32 فتلة في السنطي فيه عرض السدى 180 يديني عدد فتل السدى جميعه عدد فتل السدى جميعه يبقى فتل السنطي في عرض السدى فتل السنطي في عرض السدى يديني عدد فتل السدى جميعه الطول كام؟ ما هو قال لي المتر الطولي يعني طول واحد متر يبقى القماش او المنسوج او قطعة القماش الالدهاني المنسوجة طولها واحد متر لاني قال لي منسوج يزن المتر الطول منه يبقى الطول بقى عندي واحد متر طب النمر عندي خمستاشر ورستد يبقى بالتالي هضرف في خمسة وتلاتين على اتنين وتلاتين احول من متر الى يرضى يبقى عشان احول من متر الى يرضى هضرف في كم على كم في 35 على 32 يبقى تاني كمان مرة كده عدد فتل الصنطي تمام 32 فتلة عرض الصداء 180 صنطي يديني عدد فتل الصداء جميعه يبقى وزن الصداء العادي خالص تمام ضربت في كام في واحد جبت منين قال لي الطول المتر الطولي المتر الطولي واحد متر المتر الطولي يعني الطول عندي المنسوج واحد متر يبقى عشان كده ضربت في 35 على 32 النمر 15 ورسطي يبقى 15 في 560 يبقى كده هيديني وزن الصداء بالرطل هيطلع 75 من 100 يعني رطل الا ربع 75 في المية يعني رطل الا ربع يبقى انا عندي وزن الصداء موجود طب انا طلعت وزن الصداء لما اقول كده اقول وزن اللحمة طبما انا عندي وزن المنسوج اللي هو صداء ولحمة كانوا سوا مع بعض اللي هو وزنهم واحد ونص يبقى لما اطرح منهم اللي هو رطل الا ربع اللي هو 75 من 100 هيديني 75 من 100 وزن اللحمة يبقى بالتالي وزن اللحمة 75 من 100 وزن الصداء 75 من 100 مجموحهم رطل ونص يبقى الواحد ونص الموجود ده هو وزن قماش وزن منسوج اللي هو صداء ولحمة سواه لما طلعت وزن الصداء وطرحته من وزن القماش اداني بالتالي وزن اللحمة طب وزن اللحمة موجودة عندي ما هو عاوز يجيب لحمات صنطي طيب لحمات صنطي لا هي موجودة عندي بقول لحمات صنطي القانون بتاعها العادي اللي هو الشغل بتاعها العادي اللي هو وزن اللحمة العادية بنقول وزن اللحمة ايه عندي لحمات صانتي سين مش موجودة مجهولة هو عاوزها تمام هي دين مطلوبة في المسألة طيب الطول عندي واحد متر في المثال السابق لسه بنقول نضرب في كام في مية تمام لان الطول كام واحد متر يبقى لحمات الصانتي في مية لحمات المتر اعتبرتها موجودة لانها لحمات صانتي لما ضربت في مية ديتني لحمات الواحد متر طب الطوله عندي واحد متر يديني لحمات المتر كله يعني يعتبر لحمات القماش جميعه العرض عندي كام؟ مية وتمانين سنتي مية وتمانين سنتي نقسم على كام؟ تمام مظبوط على مية يبقى أحول من سنتي إلى متر طب النمرة تركيم إنجليزي خمستاشر ورسل يبقى خمسة وتلاتين على تنين وتلاتين عشان أحول النمرة من متر الترقيم أو الطول عندي من متر اليرض ضربت في خمسة وتلاتين على تنين وتلاتين لأن النمرة ترقيم إيه؟ إنجليزي طول الشلة كام؟ خمسمية وستين طب الكلام ده بيسوي كام؟ خمسة وسبعين من مية يبقى الكلام ده بيسوي عندي كام؟ خمسة وسبعين في المية نضرب طرفين في وسطين دي مضربة في المقام أي مجهول موجود في البسط ينزل وياخد معاه كل موجود معاه يعني هقول هنا كده لحمات الواحد سنتي تساوي لحمات الواحد سنتي تساوي الطرف ده كله اللي هو المقام بما فيه الوزن الـ خمسة وسبعين من مية معلوم يبقى هاخده أقول مية فيه اتنين وتلاتين فيه خمستاشر فيه خمسمية وستين فيه خمسة وسبعين من مية الوزن بالرطل أقسم على المجهول كله ينزل ده معايا في المقام لإن فيه لحمات سنتي مجهولة يبقى بالتالي أقسم على مية على واحد على مية وتمانين فيه خمسة وثلاثين تطلع عندي تقريبا لحمات سنتي اتنين وتلاتين لحمة في السنتي الواحد يبقى بالتالي أعزائي الطلبة في المثال الموجود أمام حضراتكم ادينا منسوق تاني شوفوا كده على الشاشة منسوق عشان القراءة بتاعت السؤال لازم تكون جيدة جدا منسوق يزن المتر الطولي يبقى المسألة اللفظية الطول عندي بالمتر لا ده الطول مجهول لا الطول موجود هو الطول واحد متر المنسوق ده اللي هو وزنه سيدة ولحمة يزن واحد ونص رطل يعني السيدة واللحمة الاتنين وزنهم واحد ونص رطل فبالتالي الداني وزن القماش ولعب في لعبة أو لعب في نقطة أو الداني تركة أو الداني حتة أفكر فيها ما الدانيش مباشرة إنه هو عايز وزن السيدة وتطلع وزن اللحمة لأنا عاوز عدد لحمات السنتي لازم أكون فاهم إن وزن القماش هو عبارة عن وزن السيدة ولحمة سوا لما طلع وزن السيدة ببياناته المعلومة كاملة أخصم منها وزن السداء يطلع لوزن اللحمة زي ما موجودة أمام حضراتكم حلاها حالا يبقى عندنا كم لحمة فتلة في سنطي 32 هنضربها في هنضربها في العرض اللي هو 180 يديني عدد فتل السداء جميعه المتر الطولي الطول 1 متر ضربنا في 35 على 32 والنمرة 15 ورستد 560 يطلع الوزن 75 من 100 يبقى وزن القماش كان 1 ونص رطل أطرح منه وزن اللحمة فبالتاء وزن السداء هيديني وزن اللحمة طب هما طلعوا متعدلين لأن النمرة واحدة ممكن عشان تكون النمرة واحدة ودي ثبتت في الاتنين عشان كده اللحمات طلعت عندي لما جيت أطلع وزن اللحمة اعتبرت وزن اللحمة أكينها موجودة بالضبط وشلت لحمات الصنطي حطيت بدلها سين طب لو المطلوب هنا فتل صنطي أحطي بدل فتل الصنطي سين طب لو مطلوب العرض احطي بدل العرض سين. طب لو موجود النمرأ مطلوب النمرأ اكتب بدل النمرأ السين. يبقى اي مطلوب في ترتيب المسألة ومعطياتها احطي بدلها سين. وحطيت الوزن بتاعي اللي هو وزن اللحمة. فبالتالي ضربت رفين في وسطين. وضربت المقام كله اللي هو المية في اتنين وتهتين في خمستاش في خمسمائة وستين. في وزن اللحمة اللي انا طلعته من طرح وزن السدى دائد وزن القماش. ضربت رفين في فسطين اداني عدد لحمات الواحد سنتي. فبالتالي فبالتالي ابناء الطلبة يبقى اتناولنا وزن القماش. اه بشكل غير مباشر. تعالي من نتكلم على المثال التالي. صداء مقلم كالاتي. صداء مقلم كالاتي. هنا المثال الموجود عند حضراتكم. تقليمة بالسنتي. كلمة تقليمة بالسنتي. اعرف مني انها تقليمة سنتي. انا عندي ثلاثة انواع من انواع التقليمات. مكتوب امام حضراتكم كده. صداء مقلم كالات تلاتة سنتي. اتنين سنتي. اربعة سنتي. كلمة تلاتة سنتي. واتنين سنتي اربعة سنتي. يبقى التقليمة هنا سنتي. المجموعة مع بعض دي اعزائي. ابناء الطلبة والطالبات. هو اسمها فتل تكرار. يبقى التلاتة دول مع بعض اسمهم عرض تكرار. عرض التكرار. لو جايبها لي فتلة. يبقى اسمها فتل تكرار. لو جايبها لي ابواب. ودي هناخدها في حلقة ان شاء الله قادمة بازن الله. يبقى التقليم ابواب. يبقى امتى اعرف ان التقليمه سنتي ان نلاقي الموجود امام حضراتكم مكتوب تلاتة سنتي اتنين سنتي اربعة سنتي ممكن تبقى واحد ونص اتنين ونص حسب ما المثال ما يبقى موجود. اول حاجة في المثال الاية الموجود امام حضراتكم لما يجي احل لازم تكون عيني على التقليمه وعيني على الحل. اول حاجة هقولها عرض التكرار. يبقى اول خطوة احلها واشتغل بيها هي عرض التكرار. اول حاجة نقولها عرض التكرار. يبقى عرض التكرار تساوي اجمع الالم الاول زائد الالم الثاني زائد الالم الثاني. الالم الاول كام? تلاتة سنتي. الالم التاني اتنين سنتي. الالم التالت اربعة سنتي. يبقى لما اجمع العرض عندي ده كله التكرار اللي هو الدهون ده جمعته يديني عرض التكرار. عندي كام? تسعة سنتي. فبالتالي التكرار الواحد يتكون من كم سنتي تسعة سنتي مجموع الألم الأول تلاتة والتاني اثنين والتالي اربعة الخطوة اللي بعدها على طول بأي مسألة عروض هي اسمها عدد التكرارات يبقى عدد التكرارات بتساوي عرض السدى كله الموجودة عمام حضراتكم مية وتمانين سنتي يبقى عرض السدى في المسألة مية وتمانين سنتي طب وعرض التكرار كام تسعة سنتي يبقى بالتالي أنا عندي كم تكرار عشرين تكرار عشرين تكرار يبقى سمتي تاني مين على مين عرض السدى على عرض التكرار معنى أن أنا عندي عشرين تكرار يعني التسعة دي هتتقرر عشرين مرة طب التسعة اللي هتتقرر عشرين مرة التسعة دي بتتكون من مين من التلاتة ومن الاتنين ومن الاربعة يبقى معنا كده إن الـ 3 هتتقرر 20 مرة والـ 2 هتتقرر 20 مرة والـ 4 هتتقرر 20 مرة فبالتالي لو أنا جمعت العروض كلها على بعضها المفروض تديني عرض لإيه السيدة كله اللي هو 180 يبقى أول خطوة تانية يا عزاء طلابات طلابات قلناها مع بعض قلنا عرض التكرار جمعنا عرض الألم الأول زي عرض الثاني زي عرض التالي ده أنا عرض تكرار 9 سنتين قلت عدد التكرارات أسمت عرض السيدة كله اللي هو 180 على 9 سنتي التسعة سنتي اللي هي دي يتعرض التقرار الواحد فبالتالي يديني ان عندي 20 تقرار هقول هنا عرض الألم الأول اللي هو عرض الأول فعرض السيدة كله وعندي عرض الثاني وعندي عرض الثالث يبقى انا عندي كم عرض هتطلحهم عندي ثلاثة يبقى بالتالي الأول كان كام ثلاثة والتاني اتنين والتالت اربعة هيتقرر كم مرة 20 والألم التاني هيتقرر 20 والألم الثالث هيتقرر 20 يبقى بالتالي انا عندي عرض هنا الألم الأول لما جمع كل الثلاثة في عرض السيدة كله هيطلح 60 سنتي اما جمع عرض الآلم التاني في السيدة كله يطلح 40 سنتي لما جمع عرض الثالث كله في عرض السيدة يطلح كم سنتي 80 سنتي اعزائي ابنائي لو انا جمعت دول مع بعض هيديني عرض الصداء اللي هو 180 سنطي لو انا ما طلعش الرقم ده معاي مظبوط يبقى ان الحل بتاعي غير سليم بالمرة يبقى تاني كده طلعنا عرض الالم الاول كده عرض التكرار جمعت عرض الالم الاول زائد عرض الالم الثاني زائد عرض الالم التالي يطلع عرض تكرار 9 سنطي جبتي عرض الصداء كله اسمته على عرض التكرار اداني ان التسعة اتقررت عشين مرة اصبحت التلاتة هتتقرر عشرين والتنين هتتقرر عشرين والالاربعة هتتقرر عشرين طب ليه لان كل واحد وكل نوع من التقليمة دي من نمرة مختلفة ومقاسه وعرضه مختلف فبالتالي مطلوب ان انا طلع كل واحد لعرضه لوحده اكني بالضبط هطلع دلوقتي كم وزنة 3 اوزان ده كمان مطلوب مني وزن اللحمة هنشوف الاول 3 اوزان اللي عندنا عندنا وزن الالم الاولاني والالم التاني والالم التالت يبقى أنا عندي كم وزن ثلاث أوزان أطلع وزن أول وتاني وتالت فتاة للصنط الموجودة عندي لو بصينا في المسألة اللي هي العدة عشرة سنطي العدة عشرة سنطي يبقى لازم أقول مية على عشرة هتديني عدد أبواب الواحد سنطي تاني مية على عشرة هتديني عدد أبواب الواحد سنطي مية على عشرة تديني عدد أبواب الواحد سنطي يبقى أنا قررتها في الأوزان في الثلاثة ليه؟ أنا هتطلع على وزن أول وزن ثاني وزن ثالث يبقى وزن الألم الأول وزن الألم الثاني وزن الألم الثالث التطريع عندي كام في المسألة؟ ممكن يكون أكتر من التطريع في التقليمة سانتي ما بتفريش كتير لأن التطريع عندي سواء اختلف أو واحد مش مختلف لأن التقليمة سانتي لما ضربت في التطريع هنا يديني عدد فتاة للواحد سانتي يبقى تاني كده مية على عشرة لو بصنا على الشيء أمام حضراتكم كده نبص كده مع بعضنا نلاقي مكتوب عدد المشت عشرة سانتي يبقى العشرة سانتي عشان كده استخدمت المية معناها عشرة سانتي يعني إيه؟ يعني أنا عندي مية باب تقع في عشرة سانتي مية باب تقع في عشرة سانتي يبقى عشان هي موجودة أمام حضراتكم عشرة سانتي عشان كده استخدمنا أمام حضراتكم دلوقتي العدة السبتة اللي هي مية أسمناها على العشرة يبقى الخطوة الأولى اسمها عدد أبواب الواحد سنتي أضرف في التطريح يديني عدد فتل الواحد سنتي طيب في أي وزن سداء بنضرف فيه بنضرف فيه العرض طب عرض الألم الأول لو أنا فيه حد بيقول لا أنا سامع لا ده مش مظبوط أهيو لا ده كلامي التاني مظبوط اللي هو بيقوله أضرف 180 لا مش مظبوط ال180 ديت عرض السداء كله لكن عرض الألم الأول كان كام تمام مظبوط والتاني تمام والتالت تمام يبقى أنا عندي عرض الألم الأول 60 هيديني كده عدد فتل السداء جميع للألم الأول طب عرض الثاني كام 40 عدد فتل الألم التاني ممكن أقول الألم التاني في السداء جميع عدد فتل السداء جميع للألم التاني لأنه بخص كل ألم على حدة طب والتالي الثمانين يبقى كل الفكرة من الخطوات السابقة الثلاثة إننا عشان أطلع كل عرض ألم لوحده فبالتالي أطلع ثلاث أوزان لأن كل واحد هيكله نمرة مختلفة وكل واحد ليه عرض مختلف يبقى الخطوة الأولى عدد أبواب الواحد سنتي ضربت في التطريح يديني عدد فتل واحد سنتي فعرض الألم الأول عدد فتل السدى جميعه للألم الأول أو عدد فتل الألم الأول في السدى جميعه عدد فتل الألم الثاني في السدى جميعه عدد فتل الألم الثالث للسدى جميعه الطول عندي موجود أمامي كام؟ 24 متر يبقى أقول في 24 متر في 24 متر في 24 متر طب لما أضرب هنا في الطول يديني إيبقى طول السدى كفتلة واحدة بالمتر طول السدى كفتلة واحدة بالمتر يبقى أنا عندي الطول عندي تمام مصبوط الطول عندي كام؟ 24 متر لما بص على 24 متر أعزائي الطلبة والطلبات 24 أبص هلاقي النمرة هنا ترقيم إنجليزي يبقى هضرب 24 دي في 35 عشان دي ترقيم إنجليزي طيب 24 طول متر النمرة التانية كتان برضك ترقيم إنجليزي طيب النمرة التالتة نمرة بالدنيار الترقيم الدنيار ده ترقيم فرنسي أنا عاوز الطول بالمتر يبقى أنا أحول في الخطوة الأولى بس هضرب 35 عشان دي تاتين وكذلك الخطوة التانية أما الخطوة التالتة هسيبها بالمتر لأن أنا عندي المتين دنيار معناها متين جرام طولهم 9000 متر يبقى الدنيار 200 جرام نمرت 200 جرام يبقى نمرت 200 معناها 200 جرام طولهم 9000 متر يبقى نيجع أمام حضراتكم كده على الشاشة ونشوف كده يبقى 24 دي هنضربها في كام؟ 35 على 32 حولت من متر اليرضة هضرب تاني 35 على 32 من متر اليرضة التالتة في 35 على 32 لا دي غلط ما ينفعش 35 احنا اتفقنا ان الخمسة وتلاتين دي هتتحط اذا كان الترقيم انجليزي هنا الترقيم في الاخرانية بالتكس نمرت المتين تكس طب التكس هنا لو انا بصيت عليه هنا هلاقي ان التكس طوله كام؟ تسعة تلاف تسعة تلاف دي تسعة تلاف متر نمرت كام؟ نمرت متين نمرت متين يبقى بالتالي ما ينفعش كنت احط كام؟ 35 على 32 يبقى دي متين يبقى 200 جرام طولهم تسعة تلاف متر يبقى دي هي متين امام حضراتكم اهي؟ يبقى تسعة تلاف انا عاوز الطول بالمتر يبقى ما هي طولها بالمتر الى الاربعة عشرين دي متر عشان كده حطيت تسعة تلاف حولت هنا في 35 على 32 عشان نمرت ترقيم ايه؟ تمام انجليزي طيب نبص على المثال تاني وهنجيب خطوة الاوزان لوحدها كمان مرة عشان تبقى اوضح نبص المثال الموجود امام حضراتكم كده يبقى التقليم الاولى صنطي قلنا الالم الاول والالم التاني والالم التالت طلعنا التقليمات بتاعتنا التلاتة عاوزين نطلع اوزانهم نعملها كمان مرة امام حضراتكم هنقول وزن ثلاث اقلام هنقول وزن الالم الاول عشان تبقى واضحة امام حضراتكم جدا. وزن الالم التاني. وزن الالم التالت. يبقى انا عندي كم الالم? ثلاثة الام. يبقى وزن الاول والتاني والتالت. احنا اتفقنا عندنا العدة السبتة كام مية على عشرة. عشان العدة عندي كام عشرة سنتي. يبقى بقت مية على عشرة. تمام كده? تمام. تطريحي كام عندي? تطريحي تلات. يبقى عدد فتة للواحد سنتي. عدد فتة للواحد سنتي. عدد فتة للواحد سنتي. عرض الألم الأول مطلعينه مع بعض كام 60 عدد فتل السدى للألم الأول في العرض الثاني 40 عدد فتل الألم الثاني في عرض السدى الثالث عرض 80 عدد فتل السدى في الألم الثالث الطول عندي كام 24 متر 24 متر الطول عندي 24 متر الطول عندي 24 متر النمرة الأولى موجودة ترقيم إنجليزي ترقيم إنجليزي يبقى موجود 30 أطن مظبوط جميل يبقى النمرة هنا هقول في كام بقى? في 35 على 32 عشان النمرة ترقيم انجليزي اطن يبقى طول الشلة 840 مظبوط جدا اهو واضحة كده امام حضراتكم تمام. النمرة التانية نبص على الشقة كمان اللي هي موجودة اربعين ايه? كتان. اربعين كتان. فبالتالي اضرب في كام? 35 على اتنين وتلاتين. النمرة كتان خمسين. طول الشلة تلته مية. يبقى كده هيدينا الوزن بالرطل. طيب النمرة التالتة مدياني ميتين دنيار. معناها ميتين دنيار طب الطول انا عندي هنا بالمتر. يبقى انا مش محتاج احوله. طب الدنيار طوله كام? تسعة تلاف متر. ووزنه ميتين جرام. يبقى كده الوزن هيطلع عندي بالجرام. نبص امام حضراتكم امام المسألة كده. موجود وزن مين? عاوز وزن كل نوع من السدى. وكذلك وزن اللحمة بالرطل. وكذلك وزن اللحمة بالرطل. طب الخطوة الاولى اللي موجودة عندنا. الطول الوزن بتاعه يطلع بالرطل. يبقى هنا كده. طلع بالاي? بالرطل. تمام. والمثال ده طالع كده بالاي? بالرطل. الوزن ده طالع بالجرام. عندي حلين. الحل الاول وبعد ابنانا طلبة بتميل لي وبتحل بتقسم على الف تقول له احاول من جرام لكيلو. تمام? مظبوط. من جرام لكيلو. واضرف في اتنين ومتين وخمسة. عشان الكيلو في اتنين ومتين وخمسة. كده يطلع الوزن بالايه? بالرطل. طب ما انا في عندي خطوة اسهل وممكن استبدل الرقامين دول بان انا اقسم على كام? ربعمية تلاتة وخمسين وستة من عشرة. ما كل واحد رطل في ربعمية تلاتة وخمسين وستة من عشرة. فبالتالي ممكن استبدل الالف والاتنين ومتين وخمسة بربعمية تلاتة وخمسين وستة من عشرة. وبرضا كبقى بكده وصلت الى نفس التحويل ونفس الناتج. جيبقى بالتالي يا عزاء الطلبة طلعنا وزن الالم الاول وزن الالم التالت وزن الالم التاني وزن الالم التالت. نبص مع بعض على شاشة كده. مطلوب كذلك وزن مين? وزن اللحمة. وزن اللحمة احنا كنا حلين مع بعض? ونقرأ مسالنا هنا ونشوف منقول ايه? عدد لحمات سنتي كم لحمة? اربعة? وتمانية وعشرين لحمة في الايه? في الصنتي. تمانية وعشرين لحمة في الصنتي. طول القماش الخام عشرين متر. طول القماش الخام عشرين متر. تمام? يبقى انا عندي لحمات سنتي وعندي طول قماش خام. من قطن نمرت كام? خمسة وعشرين? اوجد وزن كله agua. يبقى انا امام حضراتكم كده وزن اللحمة يساوي. وزن اللحمة يساوي لحمات الصنطي. نشوف لحمات صنطي عندنا كده مع بعض تاني كده. يبقى نقول تاني بنفس الترتيب لحمات صنطي كم لحمة في صنطي? تمانية وعشرين لحمة في الصنطي. تاني نرجع تاني ونقول كمان مرة ونأكد ان الطول الخام عندي عشرين متر. لحمات الوحدة تمانية وعشرين. دي لحمة في الصنطي. دي لحمات صنطي وده طول متر. لازم تكون الوحدة من نفس الطول من نفس فصيلة. يعني لو اقولت طول صنطي بقى ما فيش مية. امت حطت المية تاني يا عزاء الطلبة? عشان الطول بالمتر. طب العرض عندنا كام? في الحالة دي بشتغل على العرض كل اللي هو كام? مية وتمانين سنطي لان اللحمة ليست لها علاقة بتقليمة السدى زي ما موجودة على الشاشة امام حضراتكم. عرض السدى يبقى عرض السدى اصبح للاتنين بشتغل على مية وتمانين تمام. اقسم على كام? على مية عشان احول من سنطي الى متر. وبص على النمرة امام حضراتي امام حضراتكم الاقي النمرة موجودة ايه? نمرة خمسة وعشرين قطن النمرة عندي. خمسة وعشرين قطن. كلمة خمسة وعشرين قطن يعني هيها ترقيم انجليز. يبقى انا حولت من سنطي تمام كده? من سنطي ل متر. اسمت العرض يبقى لحمات سنطي لحمات المتر لحمات القماش جميعه طول اللحمة كلحمة واحدة بالسنطي طول اللحمة كلحمة واحدة بالمتر. في خمسة وثلاثين على اتنين وثلاثين طول اللحمة كلحمة واحدة باليرضة. النمرة عندي خمسة وعشرين قطن طول الشلة كام? تمنمية واربعين. يدينا وزن وزن اللحمة. يبقى وزن اللحمة كمان امام حضراتكم كمان مرة كده. عندنا لحمات سنطي كم لحمة? تمانية وعشرين. دايما اعزائي الطلبة بقول ان المية لو كان الطول بالمتر. لو عندي الطول المفرد ده لو هو بالسنطي يبقى المية مش تبقى موجود. طب لو انا عندي تمانية وعشرين او تمانية وعشرين لحمة مثلا في البوصة. والطول عندي عشرين يارضة. يبقى بستبدل المية اضرب في كام? في ستة وتلاتين. يبقى في حالة ان يكون عندي لحمات بوصة وطول يارضة اضرب في كام? في ستة وتلاتين. ولما يكون عندي لحمات سنطي والطول بالمتر يبقى بضرب في كام? في مية. يبقى كل المعادلة اللي بشتغل عليها في وزن اللحمة بحط المية ازا كان الطول بالمتر. بحط الستة وتلاتين ازا كان الطول بالبوصة وعندي لحمات بوصة. ازا كان العرض بالسنطي بقسم على طب لو انا عندي العرض لو عندي مثلا 80 بوصة اقسم على كام على 36 يبقى كل الفكرة هنا عندي هنا 100 بقسم عليها وبضرب فيها في حياته انه يكون بالمت وبقسم عليها في حياته انه يكون العرض بالصمد ده في وزن اللحمة فقط طب لو انا عندي لحمات صمد 28 اضرب في كام في 36 لان الطول باليرضة عشان اليرضة الواحدة فيها 36 بوصة زي المتر الواحد فيه كام سنطي ميت سنطي طب لما كان العرض بالسنطي أسامت على مية عشان أحوله لمتر طب لما كان العرض بالبوصة أسامت على ستة وتلاتين عشان أحوله ليرضة بكده أعزائي أبناء الطلبة والطالبات نكون اتنولنا مع حضراتكم أوزايا من السيدة خدنا مثال في الحلقات السابقة احنا ماشيين طبعا بنوع من أنواع الترتيب للمنهج كما هو موجود بالضبط أمام حضراتكم اللي هو أطوال وعروض خدنا أطوال وعروض بنسب وخدنا وزن السيدة العادي وخدنا وزن اللحمة العادية ثم خدنا وزن القماش وخدنا فكرة ان احنا يكون عندنا منسوق ديني طول آآ لفظي مكتوب ان الطول عندي واحد متر أو المتر المتر الطولي واحد يبقى بدل ما يقولي الطول واحد متر قال لي المتر الطولي محتاج جدا من حضراتكم أعزائي الطلبة التركيز محتاج منكم تقرس سؤال مرة واتنين محتاج منكم تحل مرة واتنين التخطيط زي وزي أي مادة فنية كمنسوجات وأسر رسم فني لابد من الممارسة والممارسة المتكررة الممارسة المتكررة والقراءة المختلفة لتمارين متعددة وحل امتحانات سابقة بيخللنا لمن مستوانة أفضل آآ ان شاء الله بإذن الله ألقاكم في حلقة قادمة وصلنا بسرعة لنهاية الحلقة الوقت معكم مر بسرعة جدا حقيقة أتمنى ان احنا نكون أفدنا حضراتكم ان شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق وأترككم في رعاية الله وأمني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة